ابناء الأعزاء في إطار أنشطة الدعم التقويم أضع بين يديكم درسا تقويميا يعكس المجزوءة الأخيرة جزوءة القيم الإنسانية في شعر العربي انطلاقا من محوري التسامح قبل الخوض في درسنا أود أن أثير انتباهكم إلى الكفايات المستهدفة من هذا الدرس وهي مساعدتك أيها التلميذ على معرفة كيفية التعامل مع أسئلة الإشهاد الجهوي احتماد القراءة المنهجية قاعدة لتحليل النص أو لتحليل النصوص استثمار المكتسبات اللغوية والمنهجية والمهرفية في الإجابة والإنجاز نمر بعد ذلك إلى مجزوءة القيم الإنسانية ونقف على نص يعكس لنا قيمة التسامح هذا النص معنوان لأن يقول الشاعر مانع سعيد العتيبة لأن التسامح نقطة ضعفي فما زلت تحضى بودي ولطفي وما زلت تطعانني كل يوم فلا يتصدى لطعانك سيفي أداوي جراحي بصبر الجميل فلا القلب يسلو ولا الصبر يشفي وأسأل ما سر هذا الثبات على عهد حبي على عهد حبي فيشرح نزفي فلا تتخيل بأنك أقوى وأني صبور على رغم أنفي أنا هو بأس أنا هو بأس العواصف فافهم لماذا أصونك من هوى عنفي لأنك لا تستطيع الصمود إذا غاب عنك حناني وعطفي أحبك ما زلت رغم الخطايا وتشهد بالحب دمعة حرفي بكيت طويلا بصمت انتظاري فأنت انتصاري الأخير وحدفي طبعا مأخوضا عن الأمال الكاملة للشاعر موسوعة الشاعر العربي هناك شروح لغوية الود والاحترام والتقدير نزفي نفاد الدم بعد استخراجه يسلو يفرح ويطرب حرف كلمات حدفي موتي نتوجه الآن إلى الأسئلة وأبدأوا بأسئلة التي تعكسوا التعامل مع مكوني النصص سؤال الأول تأمل ستة أشطر الأولى ثم نفترض موضوع النص سؤال الثاني بما وصف الشاعر نفسه في علاقته بالآخر سؤال الثالث حديد الوحدات الدلالي التي ينقسم إلى المقتطف مع تحديد دلالة أو عنوان كل وحدة على حدة يتوزع المقتطف الشعري حقلان دلاليانهما حدد ألفاظهما والعلاقة بينهما وضعت لك شدولا بيانيا أو توضيحيا لعملية الإنجاز طبع سنرى كيفية ملئه عند الإجابة السؤال الخامس اختزل هذين الحقلين في عبارة مركزة سؤال السادس أبرز أي الأسلوبين هيما على المقتطف الأسلوب التقريري أو التصويري معلل الجوابك ركب سابعا ركب ما توصلت إليه في تحليلك في بقرة موجزة مع إبراز الرسالة التي يود المقتطف وتبلغها وإبداء رأيك حول قيمة التسامح ننتقل إلى مكوين الدرس اللغوي ويتضمن سؤالين اتنين السؤال الأول يقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تخريجي الاستعارات في البيت مع تحديد المستهار الله المستهار من المستهار قرين العلاقة ونوع الاستعار وأن طرر أنني طلبت منك أركان الاستعارة ونوعها في هذا البيت سؤال الثاني حديد الطباقة ثم أبرز نوعه في المثال التالي وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم مكوين التعبير والإنشاء ويحتوي على فكرة يجب علينا أن نجري عليها خاصية أو مهارة المقارنة والتستنتاج أي أن نقارن بين هذا النص وبين القصيدة الشهرية التي بين يديك كان الصينطلاق يقول ابراهيم الفقي إن الدات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالصأر وتعاقب بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين قارن بين المقتطف وقول ابراهيم الفقي استرشدا بما اكتسبته في مهارة المقارنة والاستنتاج أمر بعد ذلك إلى الإجابة على ما تقدم من سئلته الملاحظة تأمل الستة أشطر الأولى ثم افترض موضوع النص طبعا يفترض أن يتحدث النص عن قيمة التسامح ويفترض أن يبرز الشاعر قيم الأخوة والتسامح والعفو ولك الاختيار بين الفرضيتين اعتبار واحد كونهما يعكسان معا موضوعه إذن المقتطف سيتناول قيمة التسامح من خلال رصد صفاتها الود أو الود والصبر والحب والعفو عند المقدورة السؤال الثاني وهو الفهم ويتضمن سؤالين اتنين بما وصف الشاعر نفسه في علاقته بالآخر حدد الوحدات الدلالية التي ينقسم إليها المقتطف مع إعطاء عنوان لكل وحدة على حدة بالنسبة للأوصاف اعتبار التسامح نقطة ضعف الشاعر كونه مجبول على الود واللطف رغم بأسه وشراثته فهو صبور متجلد ثم الصفة الرابعة إيمانه بالحب والعطف والحنو الوحدات الدلالية التي انقسم إليها المقتطف وحدتين الوحدة الأولى من شطر الأول إلى العاشر وعنوانها رفعه من قيمة التسامح الوحدات الثانية من شطر العاشر إلى آخر المقتطف عنوانها تركيز الشاعر على وصف ذاته والاعتزاز بها والافتخار بالطبع بما تتحلى به من قيم وصفات بالنسبة للتحليل يتوزع المقتطف الشعري حقلاني دلاليا ستخرج ثلاثة ألفاظ على كل حقلين مع تحديد العلاقة بينهما طبع حقل الألفاظ الدل على التسامح التسامح والعفو والصبر حقل الألفاظ الدل على التعصب أنا هو بأس عنفي فلا تتخيل بأنك الأقوى وترى أن العلاقة بينهما هي علاقة وتضادة وتنافور السؤال الخامس واختزل هذا الدول في عبارة دلالة ترى أنه يختزل الحقلان في كونهما يركزان في كونهما يركزان على سمو قيمة التسامح سادسا أبرز أي الأسلوبين هيمنة على المقتطف الأسلوب التقريري أو التصويري مع التعليل الجواب هو كالآتي الأسلوب المهم في المقتطف هو الأسلوب التقريري لأن رغبة الشاعر تفسير موقفه من قيمة التسامح قصد الإقناع به قد قدم وجهة نظره المتمثلة في تنازله ووده وعطفه وصبره لذلك اشتغل على أساليب التوكيد والنفي والاستفام والجمل الخبرية مع حضور غير مؤترين لملامح التصوير في النص كالاستعارة مثلا بالنسبة للإنشاء فترى أنه طلب أفل التركيب بالنسبة لمهارة التركيب طلب منا أن نركب ما توصلنا إليه في تحليل السابق في فقرة مجزة مع إبداء الرأي في هذا الباب واجب عليك أن تتطرق لهذه الأفكار الستة كقواعد رئيسية لإنجاح عملية التركيب وليكون دالا على استعابك للمنجز من طرفك قبله فعليك أن تتطرق لقيمة التسامح كموضوع للنص إبراز الخصى الحميدة الدال على القيمة تحديد موقف الشاعر من القيمة استناد الشاعر على الحقول الدلالية لتزكية موقفه من قيمة التسامح اعتماد الأسلوب التقريري للإقناع الختم بالموقف من هذه القيمة النبيلة بالنسبة لمكون اللواء فقد طلب منك تحديد الاستعارة في البيت الأول بكل أركانها ثم تحديد الطباق مع بيان نوعه بالنسبة للاستعارة يقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفون فطار الشطر الثاني أو العجز يحتوي أو يتضمن استعارتين اتنين تجري الرياح تشتهي السفون طبع الرياح لا تجري والسفون لا تشتهي إنما إنما الذي يجري والكائن الحي والذي تشتهي هو الإنسان العاقل دان فهما صفاتان إنسانيتان والحقتان بشيء جامد اتلاقا من هذا التصور نرى بأن المستعار له في هاتين الاستعارتين الرياح الجانب الأول والسفون في الاستعارة التانية المستعار منه الإنسان أو الكائن الحي فهو محدوف المستعار الجري استعرناه للرياح الاشتهاء استعرناه للسفون القرائن المانعة من أن نعتقد بأن هاتين الصفتين حقيقيتين هي تجري وتشتهي وهنا نرى أن القرائن اللفظية تم التلفظ بها في التركيب العلاقة هي المشابهة ولمما كان المستعار منه هو المحدوف فإن الاستعارة مكنية بالضرورة النموذج التاني قال المتنبي كذلك ومن تفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم في الظاهرة هي الأنوار الظلم وبالطبع صورة الطباق الأنوار ضد الظلم وعليه فهو طباق أو طباق إيجاب أخيرا بالنسبة للتعبير والإنشاء فأنت عليك أن تقارل مع توظيف كل ما درسته في هذه أو ما تعلمته أو ما أفدته في مهارة المقارنة والاستنتاج لذلك وجب وضعك لتصميم دقيق وممنهج تحتوي على العناصر الثلاثة المتعارف عليها مقدمة وتحتوي على التطرق إلى موضوع النصين أو الفكرتين تعريفا مع بيان القاسم المشترك بينهما تلديك قصيدة ولديك نسنتري عليك أن تعرف بهما وأن تحدد القاسم المشترك بينهما في مقدمتك في العرض عليك أن تجري عملية المقارنة بين النصين من حيث الموضوع المشترك بينهما فتحدد أوجه الاختلاف والتشابه بينهما في ماذا في موقفهما من الموضوع أو من وجهة نظار أو من الموقف في علاقتهما به هل هي علاقة إيجابي أو علاقة سلب المهم هذا كله يدخل في باب المقارنة والاستنتاج وهذا العمل يتم داخل الجزء المعلومي أو المعروف بالعرض الخاتمة وهو الجزء الذي يتضمن الاستنتاج من خلال تلخيصك للنتائج أو الملامح أو الخصائص المشتركة وبيان سبب هذا الاشتراك ثم تحديد موقفك الشخصي من القيمة اعتبارا للعلاقة المشتركة للنصين في مناقشتهما لهذه القيمة أتمنى ابني أن تكون هذه الرؤية قد قربت لك عملية إنتاجك لتمارين داعمة أو لتطبيقات تساعدك على استشراف قدرتك على إنجاز إشهاد جهويين في المستقبل والله ولي وطوفي اشتركوا في القناة